ننضم إلينا الآن عبر الإنترنت سيد علي أبو شهين عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي سيد أبو شهين أحييك وقبل أن أبدأ معك في تفاصيل الحقيقة هذا المشهد الذي كنا نرى في فرجينيا وفي نيويورك هذه التدورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي تحمل الكثير من الدلالات خصوصا أنها عكس موقف الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر طبعا رأينا موقف الإدارة الأمريكية بالأمس في حق الفيتو واليوم فيها سماح بتوريد أسلحة ومتفجرات أو بعض الأمور المتعلقة بالتسليح العسكري الإسرائيلي أنتم كيف تنظرون وأنتم جزء من المقاومة الفلسطينية لهذين المشهدين بهذا الشكل بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولمشاهديك الكرام نحن منذ بداية العدوان كان موقفنا واضح في حركة الجادة الإسلامية قلنا الإدارة الأمريكية هي التي تدير الحرب بايدن هو الذي يدير الحرب أليس هو الذي ترأس مجلس حرب العدو عندما أعلن العدو الصهيوني الحرب على قطاع غزة وبالتالي نحن لا نستغرب التفاصيل اللاحقة حتى عندما زار بلينكين مؤخرا العدو الصهيوني وأعرب في تصريحاته بأنهم يوضعوا خطوط حمراء لهذا الاستئناف العدوان بعد الهدنة بأن يتم تجنيب المدنيين وتجنيب المؤسسات الإنسانية وإلى آخره قلنا هذه أكاذيب والدعاءات لأن الموقف الأمريكي منذ البداية كان واضحا أنه هو الذي يدير هذه المعركة ليس فقط شريك أو داعم وبالتالي عندما يعلن العدو الصهيوني بالأمس عن وصول الطائرة رقم 200 المحملة بالقذائف والصواريخ وبكل هذا الإمداد المطلق الغير محدود لهذا العدو عدا عن مليارات الدولارات عدا عن الغطاء السياسي الذي رأيناه بالأمس في مجلس الأمن بكل وقاحة وصلف وتحدي للعالم كله الإدارة الأمريكية لم تعطي بالا لكل لا لمناشدات الأمين العام للأم المتحدة ولا لكل الآراء التي بدت أنها مخالفة ولا لصراخ الأطفال والنساء في غزة وهو بالتالي يدير حرب لن يلتفت لهم ولكن على الأقل لم يلتفت إلى شعبه كما تفضلت الآن في هذا المشهد هذه المسيرات حتى يحاول أن يظهر بخطابين مزدوجين لنتيجة للاستحقاق الانتخابي الذي تنتظره الإدارة الأمريكية بايدن يحمل خطابين خطاب يحاول أن يخدع به الرأي العام الأمريكي باعتباره مقبل على الانتخابات يوحي بأنه ضد استهداف المدنيين وبأنه حريص على أن تكون مدة العدوان قليلة ويتحدث بشعارات إنسانية كاذبة وبالمقابل نجده هو الذي يدفع الكيان الصهيوني والنتنياو حتى يستمر بهذه الحرب لأن العدو الإسرائيلي اليوم في ورطة وفي مازق ولكن الإدارة الأمريكية اليوم بدت واضحة أكثر يعني مما سبق بموقفها بالأمس من المجلس الأمن ولذلك هذا الموقف المزدوج بتقريب اليوم هو واضح لكل يعني بدنا نسمع مواقف غربية بدنا نسمع مواقف حتى من دول أوروبية كانت في البدايات يعني تعلن عدائها للشعب الفلسطيني وتقف إلى جانب وتبنى الرواية الصهيونية بشيطنة المقاومة وشيطنة الشعب الفلسطيني كله اليوم بدنا نرى بعض التغيرات نتيجة وللأسف ربما في بعضها أو في كثير منها ليست مواقف جوهرية لكن هي نتيجة ضغوط داخلية في دولها وحتى للأسف وأمام هذا العجز العربي وأمام كل هذه المتغيرات نجد أن الإدارة الأمريكية يعني اليوم لم تلتفت إلى كل هذا الواقع وبالتالي هي مصممة ومصرة وهذا يؤكد ما نقوله بأن الإدارة الأمريكية تدير الحرب على الشعب الفلسطيني اليوم وتتحمل مسؤوليات هذه الدماء التي يستبيحها العدو الصهيوني اليوم في غزة على مرأة ومسمع من العالم أجمع وبالتالي هذا عدوان أمريكي صهيوني ولم يعد عدوان إسرائيلي وهذا الأمر لابد أن يكون واضح حتى تكون أيضا مواقفنا واضحة ولا تكون مواربة حتى نكون أيضا واضحين في اتخاذ الموقف المناسب مما يجري وبالتالي نحن نقول أن هذه المواقف لن تثنينا نحن نتوقع من الإدارة الأمريكية التي استباحت بغداد والتي لا تزال تريد ترتيب المنطقة من جديد وفقا للمصالح الاقتصادية والسياسية الأمريكية نحن لا نستغرب منها أن تقف إلى جانب الكيان الصهيوني بهذا الشكل بل وأن تساهم في إطالة أمد العدوان اليوم وبالتالي نحن أمام كل ذلك نقول مجددا أننا نراهن على يعني شعبنا الفلسطيني على مقاومينا على مقاتلين الذين كما تشاهدون يبلون بلاءا حسنا في الميدان وباليوم يعني كلنا شاهدنا يعني الإعلام العبري نفسه بات يعترف بقوة المقاومة الفلسطينية وما ألحقته بهذا الكيان من خسائر يعني صحيفة يدعوت أحرونوت اليوم عندما تتحدث عن هذه الخسائر التي مني بها هذا العدو على مستوى خمسة ألاف إصابة وفي معظمها إصابات إعاقات وإصابات خطيرة هذا يؤكد هذا يؤكد أن من سيحسم هذه المعركة نتائجها ليست يعني العطف الأمريكي نحن لا نريد هذا العطف الأمريكي ولا نستجدي موقفا أمريكيا شعبنا الفلسطيني بصموده بمقاومته هو الذي سيصنع تاريخه هو الذي سيصنع مستقبل هو الذي سيفشل هذا العدوان من أن يحقق أهدافه طبعا ظاهرا وبكل الأدوات الولايات المتحدة الداعمة كما نرى على الأقل من خلال ما رأيناه الأمس في مجلس الأمن وغيره للحقيقة لكن الغير ظاهر هل هناك أي تواصل يحدث معكم يحدث مع المقاومة يحدث مع الجهاد الإسلامي للوصول إلى توافق آخر لصفقة أخرى لهدنة قادمة مثلا أم لا شوف نحن أيضا نعيد ونؤكد من تحمل مسؤولية فشل المفاوضات هي الإدارة الأمريكية والعدو الإسرائيلي هذا قلنا سابق ونؤكد عليه من جيد والآن الحديث للميدان الآن يشن على الشعب الفلسطيني حرب مفتوحة واستراتيجيتها استراتيجية التوحش وأنتم تدركون ما معنى استراتيجية التوحش ومن الذي يتبنى استراتيجية التوحش في المنطقة اليوم هذا العدو والصهيوني يتبنى استراتيجية الرعب والتوحش ضد الشعب الفلسطيني وليس فقط هي حرب عسكرية وبالتالي هذه الاستراتيجية هو يظن أنه من خلال هذه الاستراتيجية قادر على أن يردع الشعب الفلسطيني ويرعب الشعب الفلسطيني ليفرض عليه خياراته وليفرض عليه الاستسلام وليفرض عليه إما التهجير وإما أن يحدث ضعضع في الجبهة الداخلية وليحرض المدنيين على المقاومة من خلال استهدافهم الوحشي لكن شعبنا الفلسطيني واعن لكل هذه المؤامرات تجربة 48 لن تتكرر ولن يفلح العدو شعبنا الفلسطيني الطفل الفلسطيني استراتيجية رعب الطفل الفلسطيني الذي في الضفة كنا نرى كيف يقف بوجه الدبابة بالحجر لم نرى اليوم المقاتل وبالأمس رأيتم كل هذه المشاهد واليوم وكل لحظة التي توثقها المقاومة كيف أن المقاتل من مسافة صفر يواجه دبابة عندما يلتقي الجمعان اليوم على أرض غزة هذا الجمع الصهيوني ومع شعبنا الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية نحن لن نقول إننا مدركون نحن سنقول كما قال موسى إن معي ربي سيهدين وبهذه البندقية وبهذا السلاح البسيط بيد المقاومة نحن نصنع المعجزات كل هذه الطائرات وكل هذا السلاح وكل هذا الحشد الذي يشنه العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني اليوم والمذابح والمجازر لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وبالتالي هنا الرهان الرهان الآن الحديث للميدان اليوم لا في حديث في السياسة أي مفاوضات اليوم نحن لن نستمع لأي تفاوض ولا لأي اتصالات لن نستجيب والعدوان مستمر على شعبنا الفلسطيني يتوقف العدوان ليتم الحديث عن خيارات عن خيار تفاوض وعن خيار تبادل أسرة وكل الخيارات الأخرى لكن الآن مع تقديرنا لكل جهود حريصة على الشعب الفلسطيني أو جهود وسطاء يعني كما حصل سابقا من الإخوة في قطر والإخوة المصريين وغيرهم كل هذه يعني تحديدا الجهد القطري كان واضح أنه حريص على أن يعني من أجل يعني الهدن الإنسانية من ألعلها تكون خطوات باتجاهه في إطلاق النار لكن نحن لا نتحمل المسؤولية وبالتالي نحن لن نستجيب الآن لأي يعني وساطات وهذا أمر لمصلحة شعبنا الفلسطيني الآن على الجميع أن يضغط على العدو الصهيوني يوقف عدوانه حتى نذهب إلى الحديث في السياسة الحديث في السياسة تحت الضغط وتحت النار هذا أمر مرفوض من قبل حركة الجهد الإسلامي وبتقديره من كل فصائل المقاومة لأن فصائل المقاومة اليوم موقفها موحد في هذا الموضوع بالتحديد أن لا مجال للتراجع لا مجال للاستسلام لهذا العدو هذا الضغط لن يستطيع أن يملي على تقديم أي تنازلات في هذا الموضوع سواء في موضوع الأسرة سواء في موضوع مستقبل غزة سواء في موضوع المقاومة ومصير المقاومة وسيادة غزة وتراب غزة نحن لن نسمح أن نقدم أي تنازلات في هذا الأمر لذلك اليوم ما معنى الحديث في اتصالات وفي مفاوضات وفي مبادرات نحن لن نستمع إليها ابتداءاً ولكن ما معناها في ظل استمرار هذا العدوان على الشعب الفلسطيني نحن نقرأ في الإعلام أحياناً حديث عن مبادرات بتقديره نوع من جس النبض يوم يطلعوا بمبادرة فرنسية سعودية يوم يتم الحديث عن مبادرات أخرى تجري أو الأمريكية تحدث فيما يتعلق بمستقبل غزة هذه ثلثارات سياسية لا معنى لها في ظل القتل الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني اليوم المقاومة الفلسطينية سرايا القدس كتاب القسام كل فصائل المقاومة الحديث الآن للميدان لهذا العدوان لحماية شعبنا الفلسطيني لوقف هذه المذابح وهذه المجازر التي تشن بحق شعبنا الفلسطيني وأنا أقول لك هذا يؤتي أكلة اليوم المقاومة أثبتت وكل الأكاذيب التي حاول العدو الصهيون أن يروجها ويخفف من خسائره وأن يضخم من إنجازاته هو لم يحقق أي إنجاز عسكري على الأرض هو يحقق إنجازات بحق المدنيين بحق التدمير المنازل نعم وضحت الفكرة سيدا هذه إنجازات كبيرة هو حق بانك أهداف كبير آلاف وعشرات الآلاف من هدم البيوت شكرا جزيلا كما يعني الأطفال وغيره ولهكن وأسف للمقاطعة الآن ثبتت وأمام الجميع باعترافة كل الإعلام الإسرائيلي يتحدث الآن أن رواية المقاطعة نعم وضحت هذه الفكرة كل ما تبث وتحدثنا وسنتحدث عنها مرة أخرى سيد علي أبو شاهين عضو المكتب السياسي لحركة جاد الإسلامي شكرا جزيلا لك